مرحبا ولا سهلا بكم بحلقة جديدة من Game On ضيفة بايد الحلقة جدد عقده من يومين مع فريق المريميين صباح خوري أهلا وسهلا بكم حبيبي أنتوني، شكرا مرحبا بك أشعر حبيبي من هلأ لرجبة ها؟ ايه ما بتعرف بالسيزن هاك كن بحب دايما بظل مركز على الفريق وبكون عندك شغل كتير وضغط وبفضل وقت يخلص السيزن برجع بعدين هاك بطلع بحكي عن كم شغلة إياه أهيا لك لعيب أو مدرب لعيب أهيا بكتير أنه اللعيب تتلهم حالك شوي أكتر بكون أنت رادي فيزيكلي منتلي شو كاك تساعد الفريق كوتش بدك تتلهم الخمسة عشر لعيب عرفت يعني عندك كل واحد كاركتير كل واحد شو بك تطلع قد ما فيك منه يظل رادي منتلي وكذا ضغط الجيمات، تحضير الجيمات أكيد أكيد لعيب أهيا بكتير بس اليوم أنت كلعيب وكمدرب بنفس الوقت هذا الشيء يجب أن يساعدك ولو شي تفهم اللعيب طريقة اللي بتحكي ما هو مفير بتصور حتكون غير عن حيال الله مدرب ما كان لعيب قبل لك هلأ القليلين الكوتشية في لبنان اللي عملوا كريار طويلة وهيكي وقطع ليون كوتشية كمان فأنا جربت بكل هالمراحل قطعت فيها كلاعيب استفيد منها لأنه أنا حتى قطعت بقصص صعبة كلاعيب مش دائما كانت تديني حلوة وكل شي منيح بالفرق عرفت؟ كل هاودي بيساعدوني قدر كمان استوعب اللعيب محلات زعلان مبسوط كيف في يساعدوا فعندي أكيد غير نظرة بقصص أكيد ساعدتني كتير لسبة عشر سنة اللي لعبتها بس هيو السؤالة اليوم مين أكتر كوتش أثر فيك يعني بالنسبة لك هو كان الايدل تقول لك من الكوتشية اللي دربوك وعم تروح من نفس الايدنتيتي إذا بدك أخير إيه أنت بما حد تخلق الايدنتيتي لا يمكنك تاخد الايدنتيتي من حدا بتاخد شوية من كل واحد مين أكتر كوتش أثر بصباح لك والله ما عندي كوتش واحد مؤثر فيي كتير عن جد كلهم أخدت منهم كم شغلة والله اللبنانية والأجانب أنا قطع علي أجانب باي دواي قطع يمكن أربع خمس كوتشية أجانب علي وقطع لبنانية منيح كمان فذاكر كل شي عملو لي إياه وكيف كانوا يحضروا كيف كانوا يتعاملوا مع اللعيبة وقدرت أنا فوتهم القصص الحبيتها تركتها معي والقصص اللي ما حبيتها لا مش قصص ما حبيتها قصص حسات أنه أنا ما بحس يعني بحب أعملها مش معناتها أنه هن اللي عم يعملوه كانوا غلط بس في قصص أنت كاركتارك كيف كيف تحب تتعمل مع اللعيبة كيف بتحضر كيف كل شي هود التفاصيل الصغار يعني لأنه إنت قد تجد تحضر الجيم بتشوف بس الجيم اللي هو متل أنت برودكت بالنهاية بس هو بيكون في شي قبل بجمعة بيكون في كتير قصص صغيرة بتكون أولاد أنت محضر كل شي يعني يعني عندك كأنك رايح على مصنع وبتصنع مظبوط العالم بتشوف الريزة أخر شي بتشوف بالتمنين شو عم بيصير كيف هيداك الفرق كان عم يلعب نحنا كيف عم نلعب طالعين من إخسارة طالعين من الربح كيف تحضرهم ترجع عرفت فالبروسس كتير صعب وبيكون طويل قبل الجيم مانوهيين مانوهيين أبداً بس حلو بذات الوقت يعني هيدا حلاوة الموضوع وتتحضر كل هودة وتتعب وإخشي تلاقي النتيجة صباح اليوم قدمت موصل ممتاز يعني أنت صار لك موسمين بالباسكتبول المدرب مع فريق الأنترنيك عملت شغل جبار كمانا كمان نقات واحد من أحسن الأجاني بالإجراء على لبنان جوردان جاكسون وكمانا جبت موضوع جايفين بلايك كمان هذا الموصل مع فريق الشانفيل مصبوط شو مخبّل الشانفيل أسبت الجاة؟ عم بشتغل عموضوع الأجانب إن شاء الله كمانا هالسنة يكون معنا أجنبة مثل ما بقولوا يعمل خضة بلبنان اه كمان؟ إن شاء الله هاي بروفيل هي مخص هيك بذوي يعني جايفين بلايك ما تفكر إنه حدا حتى جاكسون نفس الشي يعني جوردان جاكسون ما كان وجايفين كمانا انتبهت جايفين مضي مؤخر يعني ما كان من اللعيب اللي مضيه بكير مش إنه كان عنده كتير أفرات جايفين كان عامل جيد سيزم لنيو زيلاند بس كان شوى عندر ذريدار مثل ما بيقولوا ما إنه كتير يعني ما كان أصلا جايفين ما حدا طرحوا علي ديراكت أنا أنا قدرت من ورا لعيب يعني اسأل عنه وشوفه ورجعت بعدين حبات ستي اللاعب وحسيته بيركب بلبنان وجبته؟ بس عامل إيسأل لإنجري أرولي من يومان لك بعضنا مش واضح هلأ رح يرجع أمريكا هو من ليبيا أكيد ما رح يكمل هو كان رايع ليبيا شهر فهلأ رجع يعني بدي شوف بدي شوف حدا حاكين بأمريكا يشوف إصابته شو رح تكون إن شاء الله ما تكون هيك إنت بدك ما معك الموصل نحنا كنا عم نتفاوض معه أكيد أكيد واحد من الأوبسيونات هو بس هلأ كمان وضعه صار صعب إن شاء الله تكون إصابته يمكن أن تكون مينسكس مينسكس مثل ما فهمت منه هذا يريد شهرين حسنا ساعاتها يلاحق ساعاتها تكون جبته لجيبيا بلايك بعدها ليس واضحة إنه بعدنا نجرب نتفاوض معه مع الأجينت تابعه نرى ما يبين معنا أكيد على سعره أكيد واضح واضح أنتوني بالنهاية عندك بجت كمان معين بلاك تشتغل فيها أكيد أنا بحب جيبيا أكيد كل الإدارة بالشانفيل أكيد مينسكس أكيد مينسكس ولكن في النهاية نرى كل الأساس المحيطة في هذا الموضوع لكن اليوم عندما نتحدث عن فريق الشانغيل نتحدث عن توليفة كانت تركبة بشكل ممتازة في الموسم الماضي كنت تذهب إلى أجنب على سنوات الألعاب ستذهب إلى نفس المحل مزبوط أيضا لديك كاميرا للوان أيضا لديك كاميرا للوان أيضا لديك كاميرا لتذهب إلى ثلاث وفايف صح صح سيكون كريم على الفور معك مزبوط لكن تنضم مع تجربة إبراهيم أطمس معك؟ أنتوني لا يمكنك أن تقول هذا بالباسكت لأنني قدرت أخلق كاميرا لأنني لم أغير الأجانب أعرف كيف؟ وأنا كنت أعرف أننا كتالنت وايس في الشانغيل هذه السنة لم يكن لدينا كتالنت بالليج لدينا جيدة لدينا لعيبة كانت عبيرة ترجع تبرهن حالة بالليج أخذت ريسك أنا وقتها وتنجابه على الفريق فكانت بهم أن نتقدر تجعل هذا الفريق نافس مع التوب تيم وأن يكون لدينا كاميرا بالأجانب فإذا أصبح نحن من أول بعد أول جيم ونحن أصلاً داني بيبن بلش معنا ضد الهومانت من الجيم اللي ربحناه كنا عابلنا نتركه كمان ولكن صار عنده إصابة بركبته وبطل قادر يتمرن عن جد ما قادر ورابورات الحكمة هون أنه صباح ما رح يقدر يتمرن كثير هالسنة يمسير يلعب جيم ويريح 3-4 أيام وهذا ما منيحة للكاميرا بالفريق وللعيب اللي معه لكل شيء نجبرنا ناخد قرار أنه نخلص نفوت بغير اتجاه يعني أنا كنت مدات جيف داني بيبن أول شيء هاول اثنان وإذا تعرف داني بيبن أول فراند اللي جيم ضد الهومانت من حتى شيء 34 يكون 35 نقطة حتى ضد الهومانت من أول جيم اللي ربحناه بالشانفير اللي عمل بيك جيم يعني كان منصاب بس أنا قلت أنه صعب يعني إليه لحلول يعني بس أنه بتضل كل سيزن هيك ما رح تزبط هنا أخذنا القرار نجعنا نجيب 5 لا، سألت نجيبنا نجبرنا نلعب بثوات بيك كان براهيمة بالفريق كنا داني بيبن أولا نلعب مرات 4 نرى كيف نركب الفريق أخذت قرار أنه يمكن أن تشعر بلاي مجموعة لكن 3 يعني باتريك بوعبود يلعب على مجموعة 4 أريح بتكون ويتوازيك جدوان رحت على مجموعة حلوة معكم أخذ أيضا أنه انتل سنتر براهيمة طوماس لاعب يفتح اللعبة من بره بس مشكلته لا يكون عنده مظبوط أنا جربت قد ما فيه تفوش في يلعب جوا وانتبه أنا كمانا كان عندي جو أبي خرس أنتوني أنا بدي فكر بكل الفريق ما عم فكر بس بستارترس براهيمة لأنه يمكن أن تستراتش تقول بيه كمانا جوت فت مع جو أبي خرس لأنه جو أكتر يلعب من جوا إذا بدي يجيب كمانا بيج جاي أنا ما يعني يعني هي كانت تشوت بول كتير بدي يكون هو تجو مع بعضهم رح يكون عندنا شوية مشاكل بهذا الموضوع عطا بطريك يظهر عرفت؟ صح فهلا أنا محلات رجعت سكنت عم حط أرتس على الفور بس كنت أفورت دول كتير بأول السيزن لأنه ما كان عندي كمانا كتير ما كان عندي كتير ما كان عندي دابت كتير على تو ثري يعني قبل ما يجي إلي حتى عرفت سو كان بهمني ضل أرتس على ثري تكون الماتش اف مضبوطة مع الفرق بس إبراهيمة نحنا كمانا كان بدي يبلش السيزن وأخدنا ريسك فيه وبعتقد لايكزة تطلع أرقامه لإبراهيمة قبل الكار فينال كان عم يعمل أرقام منيحة هالسنة بعتقد أحسن أرقام عملها بلبنان صح صح يعني أحسن من دينامو أحسن من حتى وقتكين مع هوبس حتى أحسن مع غير فرق عملها بس بتلاحظ كمانا بمحلات كان عم يجرب يكون وقدرنا نتبه أول تقليلية البطولة كانت صعبة شوي عملنا بجيم ضد بيروت كان عندنا كان بعضه داني لعب جيمان داني تاني جيم داني كان بعضه وما قدر يلعب وما قدر يركض مظبوط كان إبراهيمة حتى هذا الجيم صاخن وبيروت رجعين بطولة عربية عملوا بيج جيم ضدنا قلنا خلينا نطاول بالنقاط نغير داني بيبن لأنه حسنين منه خلص كما قلتلك إجا أرتس وحسنت خلص فيه ابني كامستري معهم ثلاثتهم وحتى بماتش القلي ضد الرياضة كانت تقليل ضد الرياضة نحن أصلا كل الجيمات ما كانوا هاكل مع ما في جيم يعني راح تروقع لا لا بس جيم بيروت كان عندنا إصابات فيه وكانوا هني عملوا بيج جيم يعني تمنعت حجاج مثل ما بيقولوا جيم الرياضة إبراهيمة ما كان كتير ما كان كتير منيح بالجيم تكنيكلي وحكيوني وقتا فوقنو شرائيا كوتش إبراهيمة وكذا قلتلوا لا بدنا نروق شوي لأنه كان عندنا ضد الرياضة بعض وصعب تعرف كنت البطولة يعني إحنا ما فينا كنت عم جرب أنا خبت قد ما فيه كون عندي هوم كورت بالفاينل بالفاينل ايت وانا عن جد وقتا طلعت بالفريق كان عندي طموح أن نعمل ثالث أمرابع مينموم هلأ في منهم نطلعوا فيه انه كوتش عم جد عم تحكي وهيك لو مش شايفين فريق هالأد فيه بوتانشل قلتلوا انا راح كيف تركيبت الأجانب مع جيفين وهذا راح ينبنى راح ينبنى فريق راح يخبط على أول مراكز هكذا بصير عندي أفانتاج بالكارفينال أخطت أورادي انت الله أخطت بس كان فيه يكون عندي مركز أعلى بعد هيد الفرقة معي الخبرية انت مباراتك مع حكم هي الأسرة أكتشيانك مظبوط مظبوط فقلعنا وبتعرف خلصنا خلصنا الألة نسبيا منيح جاءنا بالرطور أنتون عملنا تبليشي نحنا ربحنا هومنتمين بيميزهر جاءنا ربحنا بيروت على أرضنا 14-15 نقطة جاءنا ربحنا ميروبة على 17 يعني كنا مقلعين وصلنا ولعبنا ضد الرياضة بالمنارة كانوا الرياضة راجعين من دورة دبي وتربحوا الفلبين كانوا بالبيك تبعهم معنويا وكل شيء من كل النواحي وكنا نحنا موقفين لكن نحنا توقيفت البطولة قدرتنا جاءفين أكيد أثرت على كل الفرق لكن جاءفين رعى على منتخب السوري وكننا قدرنا نتمرن مزبوط كفول تيم رجعنا لعبنا ضد الرياضة بالمنارة وصل لأخر ديئة إذا ذكر حتى جاءفين يضع 2 فريترو برك كنا دون باي 3 أو 4 واقل يضع بوقتها كان فيه روح لقلنا ضد الرياضة وجاعنا إجا ماتش الحكمة بالشانفيل وشهيرة واتواز عن جد ماتش للتاريخ كيف كان حلو وكيف صار الجام لعبنا باسكت حلو نحنا لإخر ديئتان وقدروني يستفيدوا أنتوني ما كان فيه تركيز صراحة ما كان فيه تركيز وأغلاط صغيرة وهم حطوا كام شوطة بوقتهم يعني هك تعرف باسكت قبل الأوبرتايم مشكال قدي كان فاكتور بلش سفر من سبعا لثري والجام بلان ضد جيبسن كانت كتير منيحة حطت 11 نقطة مشاططة منيح وقدرتوا تجربوا وتخففوا علي وقدرتوا فاول ترابل حتى ويأتاكتهم ديفانسفلي بس البقية دي ستاب تاب يعني عرفت أنه حطوا الشوطات بوقتهم وقدروا يستفيدوا من كم غلطة عملناها ديفانسفلي نحنا نحنا وقتا كنا أب باي ناين بعد فيه تومينس كانت طابة معهم فايت بوبو درايف يعني اتواس ديفانسف مستيك ما كان لازم تسير فايت حط درايف سريعة بخمسة ساويني وقصرنا أب باي ساويني وقدروا يعملوا بريس كبناها لبراهيمة توماس تحت السلة أعتقد أنه يستفيدوا عمل بلوكشات على كلاي أنتوني وعزها زيكرة تحت السلة ما يلي تشميل أنا على فكرة كتير بتذكر بالجايمات التفصيل مش نسية أنت لا أعتقد أن لو حتى براهيمة هذه كسرنا البريس كانت فرقت الأمور أنتوني المشكلة أنه كان فاضي يعمل فيك كمرة وطلعتها يحط إجا كلاي أنتوني من وراه يعني لو طلع دغري وكباسة كنا زينا صرنا أب باي نانو كسرنا معنويا للرن أعرفت؟ قاموا نزلوا هل فاس بريك عملنا كمان ما رجعنا ترانزيشن ديفانس مظبوط طلع أحمد كباسة صرنا أب باي فايف يمكن واحد غيري ما كان طلب تايموت بها المرحلة يقول لك خليني أكتركن لإخذ ديقة بركي أس ونطلب تايموت سريع لأنه حسيتهم فقدوا تركيزهم أعرفت؟ وكما يتحق بركي أساسي وكما يتحق بركي أساسي ليس فقط بركي أساسي مرات تكون داون إخشي بطل عليك بركي أساسي مرات بفكروا أن العالم العاكسي لا بأول جيم يكون فيه بركي أكتر أم بنصف الجيم أو ما تكون داون 7-8 بصير تاخد ريسك بقصة ما كنت بيكي بتعملها بالجيم وتقول إنه خلص خسران خسران الجيم بدي أخد شوطة سريعة بدي أعمل هيك وكما يتحق بركي أساسي بدي أساسي لذلك أنت تحق بركي أساسي تقول إنه خسران الجيم إذا جبت الجيم تكون كأنه رجعت جيبت ومدري كيف طريقة جنون طلب الطايم لتلون أنا أصار الحكمة طلب طايم أو تكون جاد طلب الطايم أو تكون جاد لا تضعون بسكت للحكمة لا تضعون أن يفوتوا يأخذوا ممانتم أمشي قلتلون لو تطرأتوا تعملوا فاول حتى طلعت بإبراهيم أو البيجس لو تطرأتوا تعملوا فاول لا تضعون بسكت للحكمة لأنه هذه الشغلة تعطي معنويات تضعوا فاول خليه شوطة اثنان فريثرو يمكن أن تضعوا واحدة برا أنت كنت تعمل جاملين على الفريثرو لا أصدق أننا نحنا دون باي ناين كانت معهم طابل على الحكمة هن طلبوا طايم أوت قلتلون هايدي البوسشن هلا ما تخلون يأخذوا إيزي باكت حتى لو عملوا درايف تضعهم على الفريثرو بيشوتوا اثنان فريثرو منكسرهم شواء ريتمون وناخد تايم أوت نحنا بالفريثرو أنا كنت بقللهم للشباب منو عملوا فاول تحكوا شواء عن ناكس بوسشن ما في أطلب كل دقيقة تايم أوتنا بالجام شواء بيتنفس الفريقين بوبو فت حط ليا بدغري وهيدي بلشت الراني يعني عرفت؟ هوني عملوا الكمباك طلبت أنا التايم أوت فتنا برمنا الطابب جابريال ضربوا عيده بس انه بهاك وقت يمكن حكم ما بيحسبه عملنا تورنوفر نزل حط جيبسن لياب صرنا أب باي ثري ورشع ألا بالجام ألا بالجام فوقان تحتيني وبردو اجينا أوبن شات نحنا نحنا كنا أب باي ثري وفات جيف نكبلا إلي أخد مدرينش شوط على المدرينش حتى بره قبل ما يشوتها بوبو هي فرقة اللعبة كلها يعني عندك شوطة بوبو على البازر نحنا كنا أب باي ثري كانت معنا الطابة حط فات كلاي أنتوني حط تسلي تتذكر دي تايز انت في الجام تتشوف الحظ شو عاطل فات كلاي أنتوني ضرب كوعه بإبراهيمة شقه لإبراهيمة صنجبار طلعه لإبراهيمة أنا بس أيضا يعني صار اللي صار اخر دقيقة ما كان بالمالعب وفات جيف نكبلا إليها لقليم مدرينش فادي كمبليتلي يعني لو حتى خلص الجام باي فايف نكونوا واقعيين نزلوا براموه هنه عملنا نحنا هون عملنا أوفر هيلبينج وتركنا بوبو ياخد شاوت عارفت كيف فتنا محضر لك شي لقلك يلا بمعناك عم تحكي هلقك جعنا فتنا هيتو بصيل الجام انت عبالك تحكي فيه لا أنا بحب أحكي أنه نحنا نحنا اخسرنا بالرطور جيمان رياضة وحكمة رياضة اخردية وحكمة موضع الوقت اليوم لما نتحدث عن فريق الشانفيل دخلص ملف الشانفيل انتقل من بعده للغير نوادة انتسى جيمتين بينك وبرمي رئيس الجنيتك الي تسلي بالندة الشانفيل سيد إبراهيم نسا علاقة ممتازة إن تنائي واضح إن كنت نساوي عم تبنو لقدامنا بعض اليوم تركيبت الفريق بالندة الشانفيل تركيبة ملفتة أولا رحتو لإستعادة كريم عز الدين كريم عز الدين رجال ضم لفريق الشانفيل قادما من جيمي سالم استعدتوه كمانا عنكم فريق ايضا من اللاعبين الصغار الموجودين معكم اللاعبين بعض منهم النشئين وعنكم بعض منهم جايين من بره مثل راين زنبقة ورودة مسعدة اللي بعد له هلأ ما شفناه بالدورة صوفار شو طارق الفريق تابغولكن وكيف صارت عملية انضمام كريم عز الدين هلأ بدي باليش بيشاغلي نحن سنة المادية كان طارق أول شيء مثل ما بقلي البرزيدان دايما انه الجمهور يكون عب الملعب يرجع جمهور الشانفيه لانه قبل سنة بتعرف انت ما كان الفريق فوق صح كنتوا عم ترعبوا المركزية اعتقد جمهور رجع على الملعب وحبي كثير الفريق اكيد زال اخر شيء كان حابب بفوت فاينل فور لكن تتطلع كانت قبل السيزن كانوا عم يحكوا انه الشانفيه البرك يكون خامس سادس واذا ما كان حدا بتوعع ان نحن سنخبط مع هذه الأربع فرق لحطين كثير مصاري كان كثير تركيز انه يرجع الجمهور على الملعب يشوف فريق حلو ينبسطوا فيه وبعتقد صار هيدا الموضوع يعني وانا واذا بتشوف ماتش الحكمة وماتش بيروت كيف كان الجمهور عن جد تذكرت ايام زمان بالشانفيه كيف كان كل الملعب مبروم فول عن جد كان شي بعقد بدي وجههم تحيي وقالوا الناطرين ونسنتجي بدنا اياهم يكونوا موجودين اكتر بكل الجامعات مش بس دمتوشة الكبيرة وانا بعرف رح يكونوا هن لكن كلما تفرجي ماتيريا الحلوة للجمهور انت وتفرجي سبيرت حلوة وتفرجي لعب حلو كلما الجمهور بيتحمس وبيجي عن جد بيحضرك يعني وتشوف انه الفريق مش راكب ما فيه تجانس بالفريق من كل النواحي ما رح يتحمس على الفريق اكيد عندك بار توفي رح يضال يلحق الفريق بس بدك كمان تستكتب ان تقول الجمهور عن جد من وراء الفريق يجي يعني عرفت هلأ بخصوص هالسنة بتعرف انت حكيت قريبا كريم اكيد إذا بيك بلاس لألنا خاصة على الفور لأنه بلبنان كلهم 4-5 على الفور 5 خاصة من بعض الموصل الممتاز اللي عم بقدم يعني اخر 5-6 مباريات كان لما زادين مظلوم ليك بعتقد حتى كان عم يلعب منيح قبل إذا بتتذكر جيم بيروت اللي وقعت عليه وقت البغزير حرام يعني قطع بإصاباته شوية هالسنة وهو كان منصاب قبل كما إذا بتتذكر كان منصاب قبل وانتبه الإصابات بتأثر على اللعيب أنتوني منتلي منتلي وحتى فيزيكي ما بتقدر تكون انشايب مية بالمية كل ما تتوقف جمعتين تلات جا تجي على الملعب وخاصة انه هو عنده متوشة فيهم ضغط يعني بتعرف مش انه بين واصل وبيج جيمز وهايدا ورجع بعدين اجته قصة بيروت وقعت على إجره اللات سكرين ورجع كمان اضطر يوقف جمعتين تلات انت توصلت ما ولا كريم او صارت تواصل من قبل الإدارة؟ لا من ورا الإدارة أول شيء أكيد عرفت تركيزك انت سيكون بهذا التشكيل لهذا الموسم على الأرجح بسألك لتجوابني انت عدد السؤال سيكون عندك أجنبي على صنات الألعاب عندك جيمي سالم على 2 على 3 أجنبي 4 كريم 5 أجنبي بلا ما نحسم خليهم الشباب يخبطوا بعض على الوزيشن 2 وال3 اه يتحبها لخبار انتوا خبطوا بعض بطريقة الوزيتيف لا اكيد انه يتنافسوا مع بعض اكيد بس انه لايك في لعيبة واضحة يكون عندهم دور كبير بالفريق مثل جيمي مثل رايان رايان واحد من الأسماء المهمة يلي يتابعوا من الأنبر 18 هلا حكا فيه مرارة وتكرارا ماذا بضع رايان؟ من اللعيب بدأ اتكل عليهم اكيد هالسنة لانه حطينا أمال علينا انه يساعدنا يعني اكيد لعيب صغير بيج بروسبكت؟ انا بلاقي بيج بروسبكت بس بالنهاية يجب ان تعمل بدك تتأكلم مع الفريق بدك تشتغل بدك تضحي ثلاث أجانب عن ملعب بده تضحي انتوني منا هينة بعض الوقت لا تستخدم في بعض الوقت يمكن ان يقطع كورتر بدك تشوت الطابة وهي دي شغلة كثير مهمة منا هينة تلعب مع ثلاث أجانب وعد فكرة هينة أبدا بس ابيلا عندك رودي مصعد شف نازلت الماضي بس ما شف ناعب يلعب بالدورة انا انا اختيت عنه انتوني رودي اجا بوقت كتير صعب كان وكريتكال بالفريق كنا نحنا بالرطور عم نعمل عم نعمل ايه؟ عم نطلع طلوع بيج تايم يعني انا اختيته ووضحت له انه هالسنة رح تكون صعبة وين في اعطيك رح اعطيك بس كل جيم كان صعب كل جيم كان صعب واندر براسر كتير بس ذات الوقت انا كان عندي لعيبة عم طاعتي وقلها من اربعة شهر هيدا وانا ما بحب هيك اعمل يعني بحب مش معنات ان هو ما عنده كمان يعني انا كان عندي برايوريتي لللعيب اللي بلشوا بالسيزن وعم يعطوني وتعبوا وضحوا ما فيك كمان تجيب له اللعيب اعرف كيف يصير بدك انه تاخد من وقته خاصة انه الفريق مقلع اعرفت يعني مش لك تعمل شوك نيغاتيف انا ما بحب يعني ما نهائك لك بدك تخلق جو فريق حلو تقدر يعطوك بالجايمات اذا عندك اربع خمس لعيبة مش واضح دور ونزعلانين رح يصير فيه مع حتى التمرين ما رح تكون منيحة انتوني كريم عز الدين يوم بقدوم يعني امركز شوعة كريم لانه يعني هو رح تكون ركيزا من الركيز العواميات الأساسية لهذا الفريق الموسم القادم يوم ما توقيع مع كريم عز الدين توقع فريق الشانفيل رح يكون فاين الفور او ابعد من الفاين الفور انا بيرأيي حتى سنت الماضية كنت كانوا عم يحكوا كتير بالانترفيوز انه هو يفوت فاين الفور وكذا وهاك رجعت صارت انه ما فتنا ونعرف كيف ما فتنا نحنا كنا شوطة بعد انه نفوت حتى بالفاين الفور مثل ما بقولوا نخبت يعني ما عنا مشكلة ما رح تكون علينا نحنا بالفاين الفور تكون واقعيين انتوني صح ما رح تكون علينا فراش فما بدي حط تارجت معين انا باعرف انه هيدا الفريق فيه خبط مع اعلى المراكز رح يكون اليه السبعة لمضي معكم او لا بس ما انه كان قريب كان فيه مفاوضات بس ما مضي لا شو صار لا انه ما رجعت التركيبة انه راحت غير اتجاه ما رح يكون معكم فورناو انه مثل ما البرزيدان اعلن الفريق عنا سبع لعيبة هلا وبعد عنا كم محل يعني وعندك عنا ثلاث محلات بعد في عينك عاكم لاعيب؟ بيضال في عينك عاكم لاعيب في شي هلا رستون ما قلت رجعت استقدمه ولا خلص رستون آت لا بعتقد صارت صعبة عريب هو من الهومات هك سمعت بس انه كان عبالك يضار رستون اكيد كان عبالي يضال كزا لاعيب والادارة كان عباله والبرزيدان كان عباله بس انه في محلات كمان تركيبة الفريق البطدي وكام شاهلة واكيد وأنا بتريك وأيلي كتير بحبهن بيتريك أين سيقع بترامهن يعني هان بعي أسترامهم يجب أن يساعد الفريق ولكن أنت في الباسكت وأكيد كان يريد إيهن يبقوا والبرزيدان كان يريد إيهن يبقوا ولكن في محلات تركيم الفريق كيف صارت البوزيسيونات والبجته ما ساعدوا الموضوع صباح أنت تبحث عن مباشرة في الباسكت لا يجب أن تبقى أحد يلعب من بره لا يوجد مشكلة إذا كان يلعب من بره لا يكون مثل إبراهيم شوطاته من بره تركيزه أكثر يكون فور أكثر من 5 حسيتك تعلمت من هالتجري ما هو إبراهيمة لا أنتوني عنجاد ليس يحكيها بطريقة أن الإنسان ما بيغلط ليس يقول لك أنا هكي ولكننا كانت أول السيزن بلش الموسم كان بدنا أحد يغري على السريع وإبراهيمة يستطيع ساعدنا بمحلات لا بدنا كثير نظلمه ليس نظلم لإبراهيمة ولكن كان لدينا محلات وفي النهاية إبراهيمة يستطيع أن يعطينا قدمة فيها إلا أنا تكون أكثر صريح معك كنت توقع بالكار فينال يعطيني أكثر إبراهيمة ولكن إنه إنه باسكتبول لو أعطيك أكثر كنت قدر تعمل فور لو أعطاني أكثر بشواء كنت قدر تعمل فور أنتوني نحنا كنا أول جايم وان أبايتو بعد فيه دقيقتان جاءت خليل شاطع أقجر واحدة أكيد أنك لا تتذكر أكيد أنك لا تتذكر شاطع أنه كنا كنا بعد فيه ثانية عال شاطع لك رح ناخد طابر رح يقلوا بالجايم ريتم قلنا شاطع أقجر واحدة بيد واحدة حتى يعني لكي بخسرنا أول جايم لجعنا عملنا تورنوفر ترانزيشن ثري اون وان كابا مال أرتس ورا جابريال ملقطة كنا عدلنا يعني في جايم وان وبيدي خبرك شغلة توبير رياليستيك أنا ما كنت تتوقع أنه السياري مع الهومانتمن نجي نربح على خمسة عشر كالجايم نحنا مع الله بنا نكون شوي وايين هني أصلا هني اللي عندهم تالنت أكتر منا وهني البعزاك لوفتن صاروا أخطر بكتير أنا كنت متكل على نحنا شو عملنا؟ أنا صراعا أنتوني كنت عارف رح يكون أول جايم بس كنت متوقع أول شغلة لأنه نشوت أحسن على أرضنا شدتنا بالـ 22% من الـ 3.9 وكتير ويد أوبن شوتس شايتين ستة من ثلاثة وثلاثة وثلاثة أكيد كان فيه كون أحسن عكم شوطة لكنني كان عم يعملوا على جايفين وعى أرتس ويتركوا شوية شباب فاضين ونجح وإذا كنت تربح فريق هني عندهم تالنت أكتر منك وهني عندهم كمان أجانب مكلفينهم بالـ 2 بداك تحط شوطاتك على أرضك ولأنه تشوت 30% من الـ 3.9 وانت بتعرف أنتوني لو ربحنا جايم 1 كان فرقت السريع وبدأ خبرك بعض غير شغلة ما بيعرف هو العالم أنه أنا تجو أبي خرس انصاب والجو بيعطينا فهمت قصد يعني كنت عم طلع إبراهيمة عم يفوت جو ست سبع نقاط ريباوند أجراسيف كمانا جو إنه كمانا بجت وتركيبة وبالنهاية جاي كمانا كتير كبير بالحكمة وبالنهاية جايمة وبالنهاية جايمة وانت بتعرف جو أنا أخذت ريسك فيه كان نقال له كذا سنة بالرياضة وطبا تديني قلولي كوتش أنه جو أنه مش عم يلعب كان وكذا وما بعتاد أصلا فيه سيادة قلت له ما تعتلوا هم تركوه علي هذه القصة لقد قلت له البرفكت رول ولكن رجع قلع وانا حتى بنبسط بهذه القصة حتى لو ما بقي معي اللاعب إنه قدرت تساعد لعيب يرجع يقب كارييرته عن جد عم قولة يعني سينة بتكلع إليه بدران وفيه مايكل كمانا بيساعدنا بس بل خبرك هذه فاكتور ما بيعرفوه العالم إنه جو وتلاعب أول هاف ضد الهومنتمان حتى ست نقط وجيب أفنسيف ريبوند فتنا على اللاكر قال لي الحاكيم بشكله أصبعه مكسور أصبعه الكبير يعني ما لعب تاني هاف إذا بتلاحظ خسرت أنا ما أنا كان عندي أفضبنش عم بتكلع ثلاث لعيبة إنه بالبلايوس بتكلع ثمانة تسعة انتم مش عتلاعب تنعشر لعيب كان عندي إلي يرستوم وجو أبي خرس ومارفن عم بيفوتوا يلعبوا يعني خسرت جو البيج جاي الوحيد أنا اللعندي إيه فانجبلت حط أرتس صار مضغوط أرتس يجيب ريبوند وهيك خسرت جو كل تاني هاف وبردو كنا ربحنا على الجيم وتاني جيم لأنه جراكر عم يعمل بيج جيم كمانا ما قدرت استعمل جو كان سوبر دومينات كان معي غسان أبو طاق أنا لعيب صغير وطالع طالعته ومية لأنه أصلا ما كان عنده هالدور الكبير هالسنة عرفت من ورا كمان تركيبت لأ منه معنا ما قدرت حتى تاني جيم دو ضد الهومانت مرفي ثلاثة أربعة دايق يعني ما قدرت استعمل جو يعني أنا مثلا لو معي جو أبي خرس جيم دو مظبوط هالفي مية بالمية كانت أكيد رح لعب وطا ياخد جرار شوية لأنه جرار عمل أحسن بالأربعة متوشي لأبنين ضد الهومانت من أول ثلاثة متوشي ما كان هالقد فاكتر جرار برابع جيم عمل أحلى جيم يمكن لإله والله علي جرار وكانت أكيد مور هاصل بوينتس فاكتر جرار لأنه كانت أكيد جرار انا بقل لك جرار كان الأكس فاكتر يربحوا الجيم لأن زاك لأطناء مظبوط ودوين اوكي حط 17-18 بس هي وزن ما كان هاي ما كانت الإفشنس تابه عالي وحتى جونز لأطناء بالجيمان يعني حتى زاك محطش يمكن ش 16-17 بس شايت كتير نحنا لأكس فاكتر جيم 2 كان جرار فريق الشانفير كمان لهذا ما وصم هي دفاعية هوية دفاعية أكيد أكيد أنا سنت الماضي نحنا بلشنا كنا نمبر 7 أو 8 بالدفنس كتير اشتغلت دفنسفلي أنه نرجع نصير بالتوب 4 وصرنا طوب 3 دفنسفلي وكان من الهيك ربحنا بالرطور كلها المتوشي ونفسنا الفرق عرفت؟ ما أنه أنا انتبع على الفور 5 أنه إبراهيم هو جيد دفنسفلي بس كمانه هو بيك جاي بدك تعرف كيف تحميه بطريقة ذكية وما كان عندي كمان كلير باك اوب لباتريك يعني باتريك كمان بده يحمل شوي على الوفنس وكان عنا حتى جايفين بلش سيزن كمان اشتغلت مانتل عليه أنه بيهارفت بيه رادي دفنسفلي وتساعد عرفت كيف حتى أرتس كان بده أشغل دفنسفلي بمحلات كتير اشتغلت بالسيزن أنا حتى طريقة التمرينة في محلات عملت أدجسمنت صارت مرات تكون تمرينة 3-4 دفنسف أكتر من أوفنسف تقدر اشتغل على هذا الموضوع أنا عارف إذا دفنسفلي لا نكون مناح ما رح نوصل لمحل وهذا الشغل الصح كوتشاني لما تبني على فريق دفاعي أنت بتشوف أول سيزن أنتوني كيف كاركتير فريقك وعرفت في النهاية أنا وصلت على الفريق ماني أنا مركب ومية بالمية ومش غلط يعني مرات بتصير حسيت أنه بدنا بوش دفنسفلي وتركيز أكتر اشتغلت على هذا الموضوع وصرنا توب ثري نحنا وحكمة ورياضة وصلنا لفترة كان عندك عروضات أقل نقط بيفوت فينا نحنا لثلاثة كان عندك عروضات شي السينما غير فرق كان عجيك بس حلصت البعوصة من عجيك عروضات بصراعا ما فتنا حتى بهذا الموضوع يعني أنه أنا كانت عندي دائما جدد شانفيل أنه أعود مع الإدارة شوف هني كمان شو عندهم إتجاه من نهاية أنتوني كل واحد بيشوف شو الإتجاه بس أنا كثير حبيت الجاوب ارتحت ارتحت كثير مع أنه كان فيه ضغط أنه نرجع نرجع الفريق للتوب فور فايف يعني يكون من الفرق الكثير منيحة وحلوة بلبنان وأكيد قطعنا بشوية مشاكل بس أنه كله كان عندر كونترول ومبسط أنه حتى حسيت الجمهور تعلق فيه وأنا تعلقت فيه وقدرت هيك حسيت أنه فينا نكون عندنا مستقبل سوا وقدر أنا أتفوش قد ما فيه ساعد هالفريق يرجع كمان يخبط على الفينال عبالك تربح بطولات مع شانفيل؟ أكيد أنه أنا لك أنا أنتوني عندي شغلة في جواتي أنه بتعلق بالأشخاص اللي حولي يعني أنا أنه بحب هيك ضل معهم يعني مثلا إذا بلشت مع أحدا بحب كمل يعني عرفت كيف بحب كمل معهم مثلا هلأ بتقلي بصد بعرف جمهور الشانفيل مثلا بحس أنه عبالك أعمل نتيجة كمان كرمال هاو دلعالم والله هيك بصير حفكر بصير فكر أنه عبالك أطلع أقعد ذات المحل عبالي يكون بهذا الملعب عبالي ساعد بحب 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 هذا الملعب بحب هذا الملعب ليس قصة الملعب حلوة الملعب بحس أنه هلأ تاني سنة شانفيل عبالي بعد أطفش أكثر عبالي شوف الجمهور كله مبسوط تعلقت بالجمهور، تعلقت بالإدارة تعلقت بكل العالم لحولي ما بحب يعني حتى لو أجاني أوفر يمكن ما بعرف المستقبل يجيني أوفر بره دوبل أو تريبل عم بعطيك أجزامل بحس أنه دائما بحس أنه إذا فينا نلاقي حال دائما بكون الفريق اللي أنا فتح للبيب وأنا اللي بحبني أنه كون مثل ما كنت كنت لعيب مع الحكمة قلت لك هلأ كوت شانفيل بدي أعطي كل شيء عندي عن جد من قلبي إلى تفكيري إلى وقته تجرب أعطي أحسن نتيجة كيف مرة فكرت ترجع على الحكمة كمدرب؟ هلأ كتير من الجمهور بيسألني هذا الموضوع بس أنه وتخلص الموسم كان دائما عندي هالشغف جواتي أنا أنه بدي أرجع ساعة شانفيل يخبط بالفاينال فور عن جد تركيزي كان كله شانفيل خلاص هلأ أنا دائما العالم بيسألوني هذا الموضوع خلاص أنا فصلت قصة أنه لعيب عندي كتير احترام للحكمة بس أنه هلأ فاصل أنا صرت كوت شانفيل معلق كتير بالشانفيل صرت يعني بحب أعمل نتيجة ما بعشو المستقبل مخبالي بس أنه بفضل دائما ضال بزيت المحل أنا وساعد هيدا الهود البرت من العالم كانوا حدي كمان مثل هلأ هالسنة بالشانفيل سبب وحا بدي أخد شو علاقك ببطولة لبنان بالفرق يعني خلينا نقول مثل ما هي عندك حكمة الرياضي وبيروت هلأ البينين من الفرق المنافس الشرسة على بطولة لبنان سنتج جاء يعني بيروت خلوا الكور الأساسي ما هو علي حيدر علي مزل سرجو درويش استقدموا جابريال صليبي ووقعوا مع كريستوفر خليل من ميلي عندك من ميلي التاني الرياضي حافظ على الكور الأساسي ما بعرف إذا رح سير في تغيير على صعيد البنش والحكمة شفناها هو نستقدم وشاط خليل وجرار حديديان كأبرز لاعبين الموصول القادم مع إلقاء لفريقهم الحالي وخسروا كريم عز الدين سوفر كيف شايف الأمور؟ أنا بعد أن أرى أنتون أنه متل سنت الماضي رح تكون صراحة هؤلاء الخمس فرق اللي كانوا بالراجل السيزن اللي ورتول عم يعملوا بيج جيمز ضد بعضهم نفت هدى عم يربح حايدة وكذا أعتقد أنها ستكون同じ يعني بتشوفها شانفير رياضي بيروت حكمة وهنا أتمنى وأنا بقول أنتونية كمان فريق كتير مني أعتقد أنه أعتقد أنه عملوا سيزن بعقل سنت الماضية من كوتش رالف عقل حتى الستاف اللي معه كوتش غادي أبو جاودة وكوتش توني المير بعرفهم أنا شوي أعتقد أنه عملوا جيد كوتش جوجو عقيقي بالأنترانيك كمان عمل جيد سيزن وكل المحلات كانوا حتى انتبه ميروبة بمحلات مع كوتش باتريك سيبة عملوا كانوا ربحوا يعني أربع خمس متوشي لو ما قلته عن جد كانت المطولة كتير حلوة السنة بعد أحلى وأحلى كلمانا ما عم بتعنا بيال اللفل حتى وترجع إجا كوتش ربيع فرانسيس عملوا كمان كم جيم حلوين وكل بقية NSA حتى هوبس يمكن هوبس قطعوا بكم محل خسروا كم جيم ونس اي بس واعظة نسيت حدا بعد فيش فريق كان سمينا عندك سمينا آنترنيك آنترنيك نس اي هوب كلهم كانوا خطرين ولكن ما فيك يعني اذا بتوامل الي هنال تقلل عن الجمعتان عطلين كنت قلل عنهم انا بالفريق أعطاء اجمعه قبل التمرين اذا بنعمل الجمعتان عطلين تنزل من ثالث لثامن حتى السنى بعد أعلى و أعلى رح يكون حصوصا عندك فرقة وانتبه عن جد أنتوني كل الكوتشية عم يعملوا كثير منه أنا مش جاي أي من الكوتشية بس أنه بحس دي أردوني فاري جود يعني كلهم الكوتشية اللبنانية عم يكون عندهم بوزيتف افاكت على كل الفرق عم بيكونوا فيها وإن شاء الله دائما هك تكون بلبنان هيا هيا يمكن شواء هل قطعته عم جد بحب هك أنا تحب يكون كل الكوتشية اللبنانية إيه أنا أردوني فاري جيد وأكيد مش غلط كمان بمحلات إذا الفريق حب يفوت بغير إتيجاب بس أنه بحس عم يعملوا كثير منيح وعم بيبين الشغل على الأرض سوف نجرب كمانا نحنا نتفش مش نحنا أنا يعني الأنتوراج مثل ما بيقول دائما نتفش هكي أكيد محلات مش غلط كمانا تجيب حدا من بره تستفيد من خبرتو باللي قطع فيه بغير ليكز أنه الليكز كمانا قوية بره تستفيد دائما تلما تعليل اللفل كمانا أنت تستفيد أنت بتاعتك أكتر بس كمانا نعطي تشانسز للدنيا من العيبة اللبنانية للكوتشية كمان فينا نساعد نساعد صباح وصل بطولة وصل كيف شايف الأمور الريحة؟ اليوم نحن نصور فيه حكمة ضد الكويت الكويتة والرياضة ضد غورغان إيراني كيف شايف الفنال؟ أنا شايف حكمة رياضة الفنال مع نوال الكويتية ما قدرت أحضرهم بس بحس الحكمة سيكونوا رادي وفولهاوس وهيك وعم يلعبوا منيح آخر فترة ورياضة أكيد سيكون عنده أفانتاج على غورغان قريبا رباحهم هون ولماتشان هون باللبنان تخلصوا عكتير بس الازم ماتر انتبه بأن يكونوا مراكزين بس حلوي هيك رياضة حكمة كمان في ريقان لبنانية يكونوا تتوقع مين يربحها؟ خلص متركها رياضة حكمة هيك حلوي تتوقع رياضة حكمة هيك حلوي لأنه لح تنزل حلقة بيكونوا لعبه وفريقان لبنانية اي مح تنزل حلقة بيكونوا لعبه بس أنت تتوقع واحد بينتهم ونرجع من نجاح أنا بقول قلوز جيم رح يكون لو حدا فريق لبناني ضد غير هاب كنت اقتلك فريق لبناني شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك اللفتا افيد دائما وكل توفير لك بالنسب القادم شكرا لك انتوني ويو اللي ان شاء الله من عيدها بنرجع من نص سيزن الجي الان proud نص سيزن انتظر كيف التبليشي اذا التبليشي حلوة ان شاء الله تكون حلوة كل شي اذا التبليشي حلوة باول سيزن انا انتوني بالسيزن بكون كثير وفوكس يعني عن جد مش قصة انه ما بحب اطلع عامل انترويوز خلص بحب تركيزي عشان شو بطلع احكي انه عملنا هون وكذا بعد السيزن اوكي قبل السيزن اوكي منحكي شوي عن الاسبارات وهالقصاص اوكي بدي انهل الحلقة بدي اتشكر ادارة نادي الشانفيل بريزيدان ابراهيم ناسا بريزيدان اكرم سافا عالثقة اللي اعطوني اياها كرمال هيدا السنة وبعرف ادي عم يشتغلوا هن فوق تعرف انت وضع البلد كيف انتوني عم يشتغلوا قدمة فيه و تيرجعوا يبسطوا هيدا الجمهور بدي اوجه لهم تحية تحية لمديرة الفريق فاليريا جالاكيان كمان العنجاد بتضال حد الفريق كل الشباب يعني بالادارة خالد مجاعس سيمون زغاب شرب الفرح كل الشباب عسلمتهم ريزيدان ابراهيم ناسا دايما كل النهار يساعد الفريق ويعمل قدمة فيه تعرف انت بالنهاية بالنهاية لا شيء سهل وليس انتوني خبرية اعرفت انه واحد يعمل بزنس مدروان شغلي كرميل لان الباسكت حلوة في لبنان والجمهور وتحية لجمهور الشانفيل وقال لهم عن جد سأجرب قدمة فيه ساعد هذا الفريق بدي اشوفهم بالملعب سنجرب نبيضهم وجهم ونفرجهم كمانا مثل السنة الماضي فريق حلو وكما يكون احلى هالسنة وكما النافس على اعلى المراكز لدي السؤال لك جاروج بالشانفيل او لا لا مهنس سبع لعيبة لقد قلت لك عنهم لقد قلت لك ثلاثة لقد قلت لك لقد قلت لك لقد قلت لك لقد قلت لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك بعد المتابعين عبر منصة لبنان هذا كانت حلقتنا معكم اليوم مع مدرب فريق المريمين شعفيل صباحوري من الأسبوع القادم من هذا الوقت الى اللقاء